ده انت منورانا النهار ده يا حاجة والله بنورك يا حبيب أمك بنورك دايما البيت مفتوح بحسك يا ابني الف الف مبروك عالجواز وربنا يهنيك انت وعارستك الله يبارك فيك يا حبيبتي حلوة عارستك قوي يا ولا حلوة كده وبيضة وام راب راب ما شاء الله ما شاء الله ولا يا ودوي عرفت تختار شكرا شكرا يا حماتي ما تقربي مني شوية يا اخت انت قادة بعيد عني كده لأي اهو اهو جيت جنبك اهو يا طانت 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 ده ايه انا بقيت ام جوزكي يعني زي امك يعني خلاص بقى تقوليلي يا ماما لا معلش مش هقدر اقولك يا ماما خصوصا بعد ماما ما توفت حليني اقولك يا طانت احسن اصلي ما قدرش اقولك كلمة دي لحد تاني غير ماما يا بنتي انا بقيت في مكانة امك دلوقتي انا ام جوزك صحيح بس بقيت في مكانة امك يعني تقوليلي يا ماما طانت ده ايه معلش يا طانت مش هقدر اقولك يا ماما خالص أصلا ماما كانت حاجة كبيرة قوي بالنسبالي وما قدرش أقول كلمة يا ماما دي لحد تاني غيرها ايهي يعني مش هتعرف تقوليلي يا ماما مش هتقوليلي غريطان ما يهمش ماني برضو مش أمك أنا فعلا حماتك يلا يا ابني أنا هنزل بقى شقتي قدينت الاعتبار اكتلك هوت وهنزل بقى باتي منخرج من دره تقلم اقداره باحة فين يا أمي انت لسه قعدت معانا قعد معانا شوية لا يا ابني معلش أصلا عندي شغل كتير قوي في الشقة أنا هنزل بقى ألف مبروك يا ابني ربنا يهنيك بعرستك ويرزقك بالذرية الصالحة يا رب أنا نازلة بقى شقتي سلام سلام يا تانت تانت برضو يعني مصممة ماشي سلام يا بتاع التانت على فكرة أمي بتحبك جدا انت سايفة هي بتعملك حلو ازاي اه ها بتحبني انت شايف كده يعني خلاص انت بقى اللي عارف مانتك بقولك ايه أنا هنزل بقى دلوقتي اروح الشغل لو احتاجت حاجة اتصل علي في التليفون ماشي ماشي يا حبيبي بالسلام انت اروح شغلك اما اتفرق شوية كده بقى على التليفزيون هجيب المسلسل اللي انا متابعاه ايه ده ايه يا بيت في ايه انت مالت تنحت وفتحت بقى كده لا انت شفت عفريت قدامك انت دخلتي هنا ازاي ده الباب مقفول اه ما انا عارفة ان الباب مقفول اما ليه يعني هخش ازاي معايا مفتاح مفتاح الشقة بتاعتكو ده معايا يعني فتحت ودخلتي بيه برحتي وبمزاجي ابني حبيبي قالت لعي يا ماما الشقة في اي وقت انت عايزاه ونامي وكولي وبرطعي في الشقة برح محمود هو اللي قالك الكلام ده اه يا اختي محمود اللي قالي الكلام ده هو انا يعني هتحك عليكي ولا هتحك عليكي وبعدين ده بيتي وبيتي ابني وخير ابني يعني اعمل اللي انا عايزاه وحرة اه مال ايه واه اللي انت بتشربيها عالصبح ده قهوة يا حلوة يا وله املا يا رشدي اه بشرب قهوة فيها حاجة دي انا متعودة ان انا الصبح كل يوم لازم اشرب قهوة طب هاتي كده يا بيتي فنجان القهوة دي همدوقه من نفسي يعني تفضلي تفضلي يا تانت اه ده يا بيت ده مسكرة قوي كل السكر دي حطع فيه اه مالا بحبها سكر زيادة اعمل ايه بقى اه كل السكر دي تحطيه ده السكر غالي ما انت مش خسس عليك حاجة هو انت بتجيب حاجة ولا بتدفعي حاجة من جابك ما هو ابن اللي طالع عانه وعمال يقوعي فلوس ده انت عمالة اكلي سكريات وحلويات واكلي قد كده لما تخنتي وبقتي زي الفشلة انا تخينة انا تخينة يا حماتي اه تخينة تخينة زي الشوال اه اعد قدامي زي الزكيبة الله يسامحك يا حماتي الله يسامحك ماشي يا اخت خدي كوباية القهوة بتاعتك اهي اما انزل اروح شاقتي اشوف مصالحي واشوف اهل وراي وابقى نظافي يا اخت الشقة اللي انت قعدة فيها دي بدل ما انت سايبها زي الزريبة كده اه ما بتعمل الشغل يباتك لا تعالي كده اشوف شاقتي عاملة ازاي ده بتشف وتريف امي يا اخت امي بدل ما انت قعدة زي الطوبة ده الشقة عاملة منينا بستين نيلا تقري في الكلب انا نظفت الشقة كلها وبعد ما محمود ماشي وبعدين قلت ام معه دشرة بالقهوة بتاعتي وبعدين اقوم اشوف هاتبخ ايه نظفت ايه نظفت ايه يا بيت ده الشقة مليانة اطراب لعنهي انت شايف يا بيت السجدة بتاعتك مليانة اطراب ازاي والانتري ايه والانتري عايز يتنفض ولا الازاز بتاع البلكون شايف عامل ازاي متوسخ وعليه دهون وحاجات امي يا بيت امي يا بيت نظف الشقة يا جايفي قال ايه محمود ماشي وانت نظفت جاتك نيلة علاك انت ومحمود انا مش عارفة واجبك من انهي دهي ده ما بيفهمش مش عارف يسيب ناني كنت نقيت له بيت كده شطرة ولهلوبة بلانيلي مش عارفة بس ايه بتعمل فيا كده ليه وبتعملني كده ليه طول عمرها ما بتقنش ولا بتحبني ايه ده يا حبيبي انت جيت من الشغل الحمد الله على السلامة الله يسلمك يا حبيبتي بقولك ايه انا عندي لك خبر كده بس حاسس انه ممكن يعني ما يكونش كويس يعني ممكن تزعلي خير خير يا حبيبي الريس بتاعي في الشغل عاوزنا سافر اشرم الشيخ كده لمدة اسبوع يعني مأمورية اه يعني دايخة دايخة الدنيا بتلف بيا عندي اصدق جامد مش قادرة خير خير يا حبيبتي مالك في ايه مش عارفة مش عارفة بقالي كم يوم بيحصلي الموضوع ده مش اول مرة يحصلي لا ده الموضوع ما يتسيكتش عليه طالما حصلك اكتر من مرة احنا لازم نروح نكشف ونشوف في ايه لا لا يا حبيبي مش مستهلة مش لازم كشف ولا حاجة انا بقيت كويسة ممكن يكون شوية برد ولا حاجة ولا ممكن اكون مرهقة من شغل البيت لا 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 انا لازم اتطعم لازم اوديك له الدكتور اشوف في ايه يلا يلا بينا نروح للدكتور ادخل قوامي يلا عشان نروح خلاص يا حبيبي ماشي اللي انت شايفه بقى تعالي تعالي يا حبيبتي انا مش مصدق نفسي الدكتور قال ان انا هبقى قاب هبقى قاب مش مصدق تعرفي انا كنت حاسس لما انت قلت لنا انا دايخة وبقالي كام يوم وبرجع وانا حسيت والله انا مراتي حامل الف حمد وشكر لك يا رب احمدك يا رب واشكر فضلك وانا كمان انا كمان فرحانة ومبسوطة قوي ما قلت ليش بقى لو جبنا ولد هتسميه ايه هحمد ربنا واشكر فضله على كل اللي يبعتهولي بس عموما لو جاء ولد هسميه على اسم ابو يا الله يرحمه بقولك انا لازم اروح للمدير بتاعي واقوله اي اجل موضوع السفر ده شوية كده انا لازم افضل جنبك وانت تعبانة اه مال ايه اه يا حبيبي يا ريت يا ريت تلغي السفر ده خالص ولا تخليه طلع اي حد مكانك انا فعلا محتجلك جدا جنبي طيب انا هروح وهحاول كده مع المدير ان هو يلغي السفر ده خالص ما اقدرش ما اقدرش هروح واسيبك كده لوحدك وانت تعبانة ما ينفعش ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا يا رب بس اسمع ام اقولك مش عاوزك تتعب نفسك ابدا ولا تشتغلي في البيت ولا تعملي اي حاجة اخشي جواه على السرير نامي مش عايزك تشيل اي حاجة تقل ولا تتحرك من مكانك انت فاهماني حاضر حاضر يا حبيبي يا الله سلامنا بقى مع السلامة يا رب يا رب يكمل الحمل بتاعي على خير واجب النولو بالسلامة ايه ده يا حبيبي انت جابت يا لهوي ايه اللي جابها دي معلش بقى يا حبيبتي ما قدرتش هلغي السفر ده خالص المدير صامم ان انا اللي لازم اطلع المأمورية فقلت بقى مفيش حل غير ان اجيب يا امي تقعد معاك هنا وتخلي بالها منك اه ده هتخدمك وتراعيك وتعمل لك كل حاجة ومش هتخليك تقوم من مكانك خالص اه طبعا امال ايه لازم اخلي بالي منك ورعيك مش انت مرات الغالي وهتجبلنا ابن الغالي ايه امال ايه سافر انت يا حبيبي بالسلامة ما تشيلش همه ابدا ده انا لازم اخلي بالي منه ورعيها على الاخر اه اه طبعا امال ايه طيب انا هدخل بقى اجحز شنطتي عشان اسافر بقى بالسلامة انت يا ضنايه يا قلبمك تروح وتيجي بقى الف سلامة مش هوصيك بقى يا ماما عليها تخلي بالك منها ومن النون اللي في بطنها اه ما تخلاش تعمل اي حاجة ورعيها كده واكليها كويس وبعدين الدكتور قايل انها ترتاح اول ثلاث شهور ممنوع الحركة انهائي ما تشيلش همه يا ابني انت بتوسيني على ايه ده زي بنتي بردو مال ايه ده اللي في بطنها ده الغالي ابن الغالي ده ولي العهد يا ابني ربنا يخليك ليا يا حاجة وما يحرمنيش منك ابدا ويخليك ليا يا ضنايه يا قلبمك ولا انت رأيك ايه يا صانيورا اه اه طبعا ومال وهمال ايه اه بقولك ايه ادخلك الشنطة بتاعت هدومك دي جوة اه فقضت الاطفال قضت الاطفال قضت الاطفال ايه وزفت ايه ده قضة معفنة وتقري في الكلب وديقة قد كده وما فيهاش غير شباك واحد لا 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 اخذ شنطة تدخليها في القضة الكبيرة اللي انت بتنامي فهنت وجوزك اللي هي قضة نومك يعني السرير بتاعها كبير وواسع وحلو كده عشان اخذ راحتي اصلها شرحة وبرحة وافتح الشباك والبلكونة وبرتع فيها براحتي طب وانا وانا يا طانت هنام فين طانت برضو ما فيش فايدة اما تنامي يختب اي حتة انامت قط الاطفال ولا تكون انفقرة نفسك هتجي تنامي جنبي على السرير لا 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 انا بحبش حد ينام جنبي ويقرفني اه تقعدت شخارة بقى كده ولا تتقلب يمين وشمال لا انا بحب باخد السرير كده اه التقلب من اوله لاخره ما بحبش حد يبقى جنبي خالص يا اما تنامي هنا على كنبة بتاعت الانتريدة هي ما هي حلوة وكبيرة هي بس انا حامل وبحب يكون السرير واسع كده عشان اعرف اخد راحتي في اللوم واني كمان ستة كبيرة وتعبانة ومن حق اي انام على سرير حلو كده يريحني وبقول لي كاني مش هنام في القوضة الصغيرة بتاعت الاطفال دي هنام في القوضة الكبيرة الشرحة البرحة اللي سريرها واسع ها عدك حاجة تانية لا خلاص هقول ايه بقى نامي في الحتة اللي انت عايزها وعملي اللي انت عايزها طب يلا يا اختي هات الشنطة بتاعت دي وتعالي وراي على القوضة انت يا ستة هانم انت يا هبة نايمة لسه يختي اصحي يختي نعم يا حماتي في ايه انا جعانة يا اختي جعانة وعايز افطر امي عملي لما افطر ما الاكل في التلاجة جوا يا حماتي ما تدخل تشوف ايه اللي انت عايزها وطلعيكو ليه اني يا بيت عايزاني اني اروح افتح التلاجة وطلع لنفسي وانت لازمتك هنا ايه بقى ان شاء الله امي يا اختي طلعيلي الاكل وعمليلي الفطار بس انا يا حماتي تعبانة او مش قادرة مش قادرة تحرك ولا ام خالص من مكاني تعبانة تعبانة ايه امي يا بيت تقومي بلدلع مسخ ومرق وكهن بنات طب خلاص يا حماتي روح ايه انا جاية وراك دلوقتي اعملك اللي انت عايزها تقومي دلوقتي اهو الثانية ده ها ما تناميش فاهمة ولا مش فاهمة يا ستي قلتلك روحي روح ايه انا هاجي وراكي مش هطلع من القوضة الا رجلي على رجلك تقومي الثانية ده ها انت فاهمة ولا لا قوم يا بيت حاضر قاديني قومت اهو قاديني عملت لي كلفترة هيا حماتي واتبسطت 24 ارات ممكن بقى بعد اذنك ادخل اريح ساعة كده ولا حاجة تريحي اه تريحي ساعة يا سلامي اخت بقولي كابت روح اهاتي طبق من جوة كده حط في شوية مية وملح وتعالد عاكيلي رجلي دي حلو اصلها مفقفقة وبتوجعني قوي ادعك لك رجلك ادعك لك رجلك ازاي حماتي الدكتور ما نعني ان انا وطي خالص قال لي ان ده رألت عليك بقولك قابت ما توجعليش دماغي بالكلام الفضي بتاعك ده يلا زي ما قلتلك تروح الجيمة طبق وحط فيه شوية مية تكون دافية دافية مش سخنة عارفة لو لقيتها سخنة هحميك بيها وتحط فيها شوية مالح وتيجي يلا عشان تدعكيلي رجليا كده وتقبصها لحلو يا حماتي يا حماتي انا لازم احافظ على الحمل ده في اول انا خايفة عليه لاحسن ينزل مني ولا حاجة يلا يا بيت روح اعمل اللي قلتلك علي قال ينزل قال ما ينزل ولا يخفى والله يروح في ستين داهية قال اه خايفة يا حماتي لاحسن الحمل ينزل ما ينزل ولا يروح في داهية يلا عايزها ينزل عشان اجوز واحدة احسن منك متمره قدني جبتلك المياهو يا حماتي وحطتلك فيها الملح حط رجلك فيها بقى انا هدخل جوع السرير يا ريح ولما تخلصي بقت نديلي ونجشي الها تريحي تريحي اه امال مني يا بيت اللي حيدعاك لرجلي يعني انا اللي هدعك هالك يا حماتي ايوة طبعا انت اللي هتدعك هالي وهتلي كمان كرم من بتاع الرجلين ده اللي عندك جوع في القضة وتعال دعكي لي رجلي امال ايه ما انت عارف يا يا اختي انا مقدرش هوطي انا ضهر وجعنا انا ستة جبيرة يلا يا بيت تدعك رجلي اديك اه يا طيرس تعطي اه، يا بطني riskination اسحب准ي اضرب's اه يا assistant اه اسحب اسحب الحدث اسحب ايه يا طيرس تعا ححنا إذا عشي الكلي من هنا بقلتك تعبانا بطني بتتقطع حتيلي الدكتور بسرعة حتيلي الدكتور يحقيلي طب قومي يا أختي قومي جاتك القرفة مودك للدكتور جاتك نيلي إزاك يا حبيبتي عاملة إيه وحشتيني قوي أخبارك إيه أوليلي أنا الحمد لله كويسة وبخير إيه يا حبيبتي مالك شايفك زعلانة كده في إيه إيه اللي حصل مفيش حاجة أصل البابي نزل للأسف بتقولي إيه البابي نزل إزاي أنا سايبت كويسة خالص وكنت زي الفل ومفيش أي حاجة إيه بس اللي حصل الحمد لله على سلامتك يا ابني ألف باركة أني أنت رجعت بالسلامة الله يسلمك يا ماما هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل ما هيبة كانت كويسة إيه اللي خلنا البابي ينزل دي إرادة ربنا يا ابني إحنا يعني هنعترض ربنا مش عاوز الحملة ده يكمل بقولك إيه محمود نعم يا حبيبتي خير أنا عايزك تطلقني أنت بتقولي إيه أطلقك هو يعني عشان البابي نزل عايز أنا أطلقك ونسيب بعض إن شاء الله هنجيب بابي تاني غيره المهم أن أنت صحيتك كويسة وبخير الحمد لله أنا مش كويسة ولا زفت أنا كلمت بابا في التليفون عشان ييجي يخدني بتقولي إيه اتصلت بباباكي ليه بس أنا عايز أعرف فيه إيه اللي حصل فيه إن أنا ما عدتش أدرس تحمل خلاص الوضع ده خلاص ما عادش ينفع أنا لازم أتطلق طب ممكن تفاهميني عشان أنا مش فاهم حاجة لما بابا ييجي هتعرف وتفهم كل حاجة أنت عايز أنا أطلقك أنا ما قدرش أستهن عنك أبدا أهلاً وسهلاً يا عمي أنا يا ابني جاي أخد بنتي جاي أخد بنتي وهمش على طول بس دي مراتي دي مراتي وأنا مش هسيبها ومش سأطلقها عشان أنا بحبها واللي بيحصل مع بنتي ده ما يصحش ولا ينفع أبدا طب هو إيه بس اللي حصل مع بنتك أنا مش فاهم حاجة ومعرفش أي حاجة أنا لسه جاي من الصفر حالاً أنت سافرت وسبت بنتي لوحدها وجبت أمك تقعد معاها عشان تراعيها وتخدمها لكن للأسف أمك خلتها تخسل لها رجلها وضربتها برجلها في بطنها لما سقطت الحمل وللأسف الضربة دي هي كانت السبب في نزول البيبي ده بدل ما كانت هي اللي تخدمها وتراعيها كانت بتخلي بنت هي اللي تعمل لها كل حاجة وتقول لها أمي نظف وخسلي وامسح وعملي كل حاجة وهي كانت في أعزل حاجة أنها ترتاح عشان الحمل بتاعها يكرموا ربنا أنت بتقول إيه؟ أمي أمي أنا عملت كده أنت راجل كذاب كذاب في أصل وشة ده أنت راجل كبير في السن يعني المفرد تحترم نفسك وما تكذبش أنا أنا عملت كده حاسبي الله ونعمل وكيل فيك يا شقاخ هو أهل اللي أنتو بتقوله ده أنت هتقلفه ولا هتقلفه هتجيبه كلام ما حصلش وكل ده عشان بنتك البابي نزل أهل المشكلة يعني بص يا ابني أنا مش هرد على أمك ولا هرد على الكلام اللي هي بتقول ده أنا هرد عليك أنت وكلمك راجل لراجل أمك ما كانش يصح ولا ينفع أنها تعمل كده في بنتي ده يعني البيب اللي جاي ده وتيبقى حفيدها أنا مش عارف هي عملت كده لإيه لكن أنت كمان غلطان إزاي كنت بتسيب لأمك المفتاح وتسيبها تدخل الشقة كده عادي على بنتي يعني وما فيش أي خصوصية يا بنتي ما كانتش واخد قرحتها أنا أنا سبت لها المفتاح من إمتى الكلام ده محصلش لا يا ابني سبت لها المفتاح من أول يوم جواز وهي معها المفتاح بتاع الشقة دي كانت بتقول لبنتي أنا بدخل بالمفتاح كده برحتي لحسن تكوني نايمة في حضن ابني أنا مش فاهم يعني إيه المشكلة لما تكون نايمة في حضن جوزها وإنت مش جوزها ولا إيه بقول لك يا راجل إنت ده بقيت ابني وخير ابني وأنا حرة إنت أهل اللي مزعلك إنت بقاء آدي يا عم اتفضل يا سيدي أنا مش فاهم إزاي الكلام ده ينفع وإنت إنت راضي يعني إنت راضي بالكلام ده إزاي تسيب المفتاح لأمك تدخل كده وتطلع زي ما هي عايزة وما فيش أي خصصية للراجل اللي ومراته في البيت أنا الوضع ده مش عاجبني وأنا مش هسيب بنتي كده إذا كنت يا ابني عايز تكمل مع بنتي حياتك يبقى أنت قدامك اختيار من الاتنين يا إما اطلقها يا إما تبعد أمك خالص عن حياة بنتي مش عايزها تدخل لها الشقة هنا تاني نهائي وإنت بقى حر في اختيارك وإنت حر تزور أمك وقت ما أنت عايز لكن بنتي خلاص كده بنتي ركنها على جنب خالص بعيد عن أمك أنا خلاص معدتش أامن على بنتي معاها تاني أبدا اللي يخليها تسقطها وتموت البيب اللي في بطنها يبقى خلاص دي ستة ملهاش أمان الكلام ده صحيح يا ماما الكلام ده حصل رد علي يا ابني دول كذبين وبيجذبوا الكلام ده ما حصلش كل ده عايزين يمشوني من البيت هم شايفينك وينسين مع بعض والغير أواكلاهم ونفسوهم أن أنا أمشي من البيت ما بيحبونيش الكلام اللي بابا قالهولك ده يا محمود هو ده اللي حصل بالزبط لا حرف ناقص ولا حرف زايد هي السبب هي السبب في كل اللي حصلني هي اللي تسببت إن النونه ينزل مع إني قلت لها أن أنا تعبانة والدكتور قال لي ما تتحركيش وققتني على الأرض لحد ما النونه نزل بقولك يا ابني هتختار نيف ولا هتختار مراتك بس اسمع اكسم بالله لو اخترت مراتك ما انت ابني ولا عرفك طول حياتي ولا تخلك بيت تاني نهائي أنا محدش هيمشيني على مزاجه أنا هنا براحتي واعمل اللي أنا عايزاه وبمزاجي آه أنا بصراحة مش عارف أعمل إيه اللي اختيار صعب جدا أختار أمي ولا أختار مراتي ردوا علي أنتوا وقلولي أختار مين أختار مراتك